ينضم إلينا دكتور عبدالجبر أحمد أستاذ العلوم السياسية دكتور عبدالجبر أحمد أو عبدالجبر أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا في الحصاد بداية ما مدى وجاهت ما قيل من أن هناك محاولات لإقناع سيد مقتداء صدر لتشكيل حكومة تسوية يعني ماذا يفهم من كلمة حكومة تسوية هل هي حكومة أغلبية بثوب توافقي أم ماذا يعني أنه مجرد تلاعب بالألفاظ ليس أكثر بعد التحية لكم ولمشاهدي قناة التغيير طبعا مثل ما تعلمون موضوع التسوية حكومة الأغلبية الوطنية هي نزعة مفاهيمية جديدة بدأت تطرح بعد الانتخابات التي حصلت في عشر عشر السياق المعتمد كان في الحكومات العراقية المتعاقبة هو اعتماد منطقة تمثيل النسبي في مفهوم المكونات في الدستور والقوانين الانتخابية المتعاقبة الحد 2018 نهايتها كانت تتحدث عن تمثيل النسبي والدليل في ذلك أن القوانين الانتخابية في موادها كانت تتحدث عن العتبة الانتخابية والقاسم المشترك إلى آخرين القاسم الانتخابي عفوا لكن اللي حصل أنه هذا القانون الجديد أوجد أنه نمط جديد يكاد يضرب أسس التمثيل النسبي وحينما يضرب أسس التمثيل النسبي عبر عملية احتساب الأصوات والمقاعد فأكيد سيؤسس لنا لنمر جديد من أساسات حكومة عراقية جديدة على الأقل تغذير من النحي المفاهيمية لذلك تم طرح ما يسمى حكومة الأغلبية الوطنية بالأدبيات العلوم السياسية في المصطلحات المفاهيمية لا يوجد شيء اسمه أغلبية وطنية ولكن يوجد شيء اسمه حكم الأغلبية السياسية اللي هو التعريف الشاي الآن المعدل للديمقراطية هو حكم الأغلبية المجرتي حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية وطبعا مفهوم الأقلية هنا ليس في البعد الاجتماعي العرقي الطائفي ولكن في البعد أيضا السياسي مفهوم الحكومة الأغلبية السياسية مفهوم واضح وأبسط وأفضل دولة مطبق هذا النظام اللي هي المملكة المتحدة في بريطانيا هناك حزب يفوز وحزب يذهب لتشكيل ما يسمى الشدو اللي هي حكومة الظل هي تتجه للمعارضة فالأغلبية مهما كان النظام الانتخابي المعتمد من يفوز بأكبر عدد من الممكن من الأصوات سواء كان بأغلبية بسيطة أو خمسين زائد واحد مطلقة هو الذي يشكل الحكومة في العراق اللي حصل أنه توجهات السيد مقتدى الصدر ونزعته للمضي في أغلبية وطنية نكاد نقول عنها أنها منزلة حتى الآن حتى هذه الساعة منزلة ما بين المنزلتين بعض خصاص الحكومة الأغلبية هي ليست متوافرة مفاهيمين ولكن على الأرض الواقع حتى الآن لم تنتهج أي حكومة يعني لم تشكل حكومة حتى نحل المقومات هل هي ماضية في أغلبية وطنية سياسية نقية أم ملطفة النزعة الثانية اللي هي الحكومة الرضائية أو المفهوم الرضائي التوافقي اللي أنتجنا نموذج مشوه للديمقراطية اللي الكل يعلمها والمشاهد الكريم أنه حكومة المحاصصة المحاصصة أولا ضربت لنا المساواة ضربت لنا العدالة ضربت لنا الكفاءة وأن تجدنا حكومات حزبية صحيح الديمقراطية تعتمد على الحزاب ولكن الأحزاب لم تقدم الصالح لتسنم الوزارات أو المناصب بل قدمت ما هو طالح لتسنم تلك الوزارات اليوم أما موجود تصميم وريادة في المقاعد وتحالفات مسنود فيها يذهب السيد مقتدى بالقول بأنه المضي بحكومة أغلبية وطنية فيها سيتحقق الصلاح أو الإصلاح والفلاح وهكذا هي مجموعة الشعارات الطرف الآخر اللي في الديمقراطية نحن ما نسميه خاسر الطرف اللي يعني مقاعدة أصواتها تكون أقل من الآخر يمضي قدما يشارك تشريعيا تنفيذيا ولكن يبدو لي أنه العقل السياسي العراقي في العراق بعد 2003 لا يتحمل منطوق أنه إلا أن يكون هو الأول في الرياضة أكو أول وثاني وثالث في كرة القدم أكو فريق أول وثاني وثالث في الامتحانات أكو أول وثاني وثالث لكن إلا بالسياسة السياسي العراقي بين القوسين بين حلالين لا يتقبل إلا أن يكون الأول ولذلك نجد أنه تدخلات أقليمية وهي موجودة شيئا ما بينها وهناك محاولات لعادة ترميم المفاهيم بمعنى حكومة أغلبية ستكون ملطفة بمشاركة الإطار التنسيقي وهذا طبعا يحتاج أن نخوض بها ليس فقط على المستوى المفاهيمي ولكن أيضا على مستوى التطبيق نعم دكتور عبد الجبر أجد تحية بك ثانية دكتور يكمن مفتاح حل تشكيل الحكومة ليس بشكلها فقط بقدر ما هو بمدى تسمية رئيس مجلس الوزراء ولمن الأحقية في تسميته ولكن حسب قانون الانتخابات الأحقية في تسمية رئيس مجلس الوزراء هي للكتلة الفائزة الأكبر يعني للتيار الصدري الإطار التنسيقي اليوم طرح مقترح وهو أن على التيار أن يعطي بعض الشخصيات أو يطرح شخصياتها المسمى لمنصب رئيس مجلس الوزراء والإطار التنسيقي أما أن يوافق أو لا وهذه مشكلة أخرى لربما تساهم في تأخير تشكيل الحكومة ما هو تعقيبك؟ نعم أكاديميا في أدبيات العلم السياسية شخصنا وجود خلل في المادة 76 من وقت مبكر لكن المشكلة للعقل السياسي العراقي لا يسمع لا يعني لا يستمع للأكاديمي يريد من الأكاديمي المنبطح الأكاديمي بين هلالين في المصطلحات العراقية اللوقي ولكن لا يريد الأكاديمي المستقل الوطني الذي يطرح خيارات إيجابية المادة 76 فيها أخطاء دستورية قاتلة لذلك ستتكرر مع كل انتخابات عراقية ستتكرر نفس المشكلة كل طرف سيقول أنني أنا الكتلة الأكثر عددا مع ملاحظة في الأدبيات البرلمانية المستقرة أن عادة الذي يشكل الحكومة هو الفائز في الانتخابات لكن النص الدستوري في المادة 96 من نص مشوه يتحدث عن كتلة نيابية نيابية وليس انتخابية وهذه أول علامات تشويه النمط الديمقراطي في العراق ولذلك يفضل أن تهتم رئاسة الجمهورية القادمة في موضوع تعديل النص في الفقرة أولا وما يستدعي ذلك من الفقرات الثانية ثالثا تعديل هذا النص الدستوري لكي يكون النص يكلف رئيس الجمهورية مرشح على الكتلة الانتخابية أو القائمة الانتخابية الفائزة ولكن يا دكتور احنا بحاجة إذا فهم القانون فهم تعديله وهذه نقطة كلش مهمة دعم نعم أتحدث عن الدستور الآن هذا أقول في البداية لابد أن نعيد النظر في المادة مستقبلا أما الآن الكتلة الانتخابية أو الكتلة الانتخابية الأكثر عددا أيضا السيد مقتدى الصدر وكتلته يتكئون على المادة 45 من القانون انتخابات وهم لهم حجة في ذلك الإطار التنسيقي يستند على القرارات والآراء التي طرحت المحكمة التحادية في 2010 و2014 طبعا كل طرف يدعي أنه له الأرجحية وكل طرف له حجة قانونية أو دستورية لكن في رأي المتواضح أنا أقول النص واضح الذي يحقق أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات هو الذي يكون الكتلة الأكثر ولكن هذا رأيي الأكاديمي قد لا يعتد به ولكن هذا سيشهد موضوع تنازعات لربما البحث عن الرضاءات في موضوع المناصب أنا في رأي المتواضح الحل يكمن في ما يلي مثلا أقول الجلسة الأولى كانت هي جلسة دستورية وقانونية لكن كان هناك استعجال بتسمية النائب الأول من الكتلة الصدرية بمعنى السياق المعتمد في العراق من عام 2006 صعودا الذي يسنم الذي يكلف برئاس الوزراء ككتلة وقائمة لا يستنم من منصب النائب الأول لمجلس النواب بمعنى النقاط أو غير النقاط لرئاس الوزراء عادة نجد وإذا تلاحظون الصورة البصرية إذا نقرأ الخارطة البرلمانية كل النواب الأوائل لمجلس النواب لم يكنوا من كتلة مثلا لا تحدث عن قائمة كتلة رئيس الوزراء وكان يفضل مثلا أن يعطى خيارين الخيار الأول ويصد ضربة معلم مثل ما نقول في المصطلحات الشعبية يعطى للمكون للأخوة المسيحيين وفيها دلالات تطفي أكثر قوة للكتلة الصدرية طالما يتحدث عن أغلبية أوطنية أو تعطى كضمانات هنا نتحدث عن الحلول الممكنة تعطى لضمانات لطرف من الأطراف الإطار التنسيقي كنوع من أنواع الضمانات على أقل تقدير هذا النائب الأول سيطمئن الإطار التنسيقي من أن التشريعات ستكون هي موضع عناية وبالتعاون مع رئاسة مجلس النواب طيب في ظل هذه الدربة التي أشرت إليها والتي يمر بها المشهد السياسي هل فعلا يبدو الإطار التنسيقي متماسكا؟ أم أن عقده بدأ يعني ينفرط خاصة بعدما روجه من أن سيد هادي العامري ربما سيذهب مع سيد مقتطة الصدر ويلتحق به لتشكيل الحكومة الأغلبية؟ الإطار التنسيقي إذا نشوف مكوناتها بعض منها تسمى قوى الدولة أساسا وبعض منهم مثلا سيد حيدر العبادي كان هو شعاره عن ذاك لما كان ريسو وزراء يتعدد عن تقوية الدولة البعض الآخر يوصف ليس من عندي ولكن يوصف الأدبيات العربية العراقية المحلية والغربية بين هلالين قوى لا دولة اتفقنا ولم نتفق هذا هو هذا المفهوم الشائع مكونات هذا الإطار بعض شعاراته أو مشروعاته أو توجهاته ترى تتطابق مع الكتلة الصدرية في موضوع الاحتلال هناك تشابه الكتلة الصدرية أيضا هي موقفها واضح من موضوع الاحتلال أو تواجد القوات الأجنبية في العراق موضوع الفساد مكونات الإطار التنسيقي قسم كبير منها يتحدث أيضا عن محاربة الفساد لكن المختلف عنه ما بين الإطار والكتلة الصدرية هو لربما في الأولويات مقتدى الصدر يتحدث في التويتر الرسمي يتحدث عن موضوع محاربة الفساد والمفسدين وموضوع السلاح المنفلت الإطار التنسيقي معظم مكوناته لهم صلة وقربة في الحجد الشعبي أو الفصائل التي قسم في الحشد أو خارج الحشد هنا موضوع الاختلاف الذي سيوجد لنا نوع من أنواع أزمة عدم الثقة ما بين الإطار والكتلة الصدرية التماسك من عدمه سيعتمد على ما يليه متى وجود ضمانات لبعض مكونات الإطار التنسيقي في المشاركة مع الكتلة الصدرية على أقل تقدير يحفظوا مجموعة مسلمات أولا يكونون هم الكتلة الأكبر على أقل تقدير حتى اسميا في السلطة التشريعية ثانيا على أقل يطمع أنه للزيادة والأغلبية العددية في السلطة التشريعية لربما بغياب مشاركتهم في السلطة التشريعية مع حكومة السيد المقتدى سيخسرون الكثير من القرارات أو القوانين التشريعية التي يتمنون أن تسان إلا بمراقبتهم أو لربما أن يكون لديهم صوت في القرار السياسي أو الاجتماعي أو الأمني نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا الدكتور عبدالجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية شكرا لجنبكم الكريم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة